احنا بنحاول قدر الإمكان ناخد إجراءات علشان نخفف على المواطن وبيأكد رئيس مجلس الوزراء الحكومة خادت عدد من القرارات اللي هيتم تطبقها زي ما كنا بنقول بدءا بإذن الله سبحانه وتعالى من الأسبوع الجاي فيها ترشيد استهلاك الكهرباء من ناحية وفيها إطلاق مظلة حماية اجتماعية تبقى لتوجهات فخامة رئيس الجمهورية في عندنا أظن برضو يعني جزء آخر من حديث سيد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصابة بولي خلونا نسمعه ونرجع نكمل كلامنا نبدأ خطة محكمة ويمكن النهاردة كنا لسه فيه اجتماع عنهنا منذ قليل مع السادة الوزراء المعنيين عشان ناخد خطوات هنعلن في مجلس الوزراء اللي بعد بكرة إن شاء الله عدد من القرارات التنفيذية اللي هيبدأ تطبيقها فورا اعتبارا من الإسبوع القادم أهم شيء هو ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية وبصورة عامة يعني بمعنى ايه؟ إن احنا النهاردة بعد مواعيد بمجرد انتهاء مواعيد العمل الرسمية يتم غلق الكهرباء وقطع الكهرباء عن كل المباني الحكومية عن المستخدمة فيما عادة طبعا الوحدات اللي ليها يعني حساسية وليها طبعا طبيعة عمل خاصة وحتى بعض الغرف اللي بتبقى موجودة في المباني الحكومية اللي بتبقى محتاجة تواجد الكهرباء فيها طبعا اللي هي الخاصة بالكمبيوترات والسيرفرز وكل الحاجات دي دي هنبقى النهاردة لازم تفضل شغالة إيقاف تماما الإنارة الخارجية لكل المباني الحكومية والميادين العامة أنا هنا بتكلم على إنارة المباني إن النهاردة يعني التوجيه إن المباني الحكومية كلها تتوقف عنها الإنارة الخارجية اللي بتنير هذه المباني هنتحرك نحو تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية ودي خطة النهاردة بالتنسيق مع المحافظات ووزارة الكهرباء ووزارة الإسكان هنبدأ في خطوة خطة واضحة لتخفيض إنارة الشوارع اللي موجودة عشان مرة أخرى تقليل استهراك القهرباء اللي بيؤدي إلى مرة أخرى ترشيد ووفر في الغاز الطبيعي طيب ده كلام حلو ومحترم ومهم جدا